اشتركوا في القناة احاول ان انقلهم من اهم المصادر الموجودة بيد علماء المسلمين متمتر السمحة السيد اليوم بهذه المصادر الشاهد الاول عزائي ورد في صحيح مسلم النسخة المعروفة هي بتحقيق شيخ مسلم بن محمود عثمان وبتحقيق الى اخره طبع الدار الخير المجلد الاول او الجزء الاول في صفحة 340 كتاب الحير وباب التيمم رقم الحديث اعزائي 367 الرواية هذه ان رجلا اتى عمر فقال اني اجنبت فلم اجد ماء فقال لا تصلي مباشرة ماذا لا تصلي سقطت عنك الصلاة تهت القضية فقال عمر من كان في المجلس عمر بن ياسر فقال عمر اما تذكر يا امير المؤمنين اذا انا وانت في سرية فاجنبنا فلم نجد ماء فاما انت فلم تصلي تركت الصلاة واما انا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وآله انما كان يكفيك يقول لمن لعمار من غير ان تتمعك ماذا في التراب انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك تتيمم تتيمم احزنتم جزاك الله قيل عمر عندما سمع الخليفة الثاني عندما سمع من عمار هذا البيان طلب منه طلبا انا اترك القضية للمشاهد ان يسمع ماذا قال عمر فقال عمر اتق الله يا عمار قال من عمار ان شئت لم احدث به احد لم احدث به لا اقول ان الخليفة الثاني افتا من غير علم هذا الحديث هو الموجود اعزائي صحيح مسلم هذا المورد موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني يجتهد في مقابلنا مو يجتهد يقول بانه فعل هذا مو اجتهد هذا هذا احداث رأي هذا هذا امر محدث احدث بعد رسول الله يعني تريد ان تقول بدعة وحسا الان نقرأ انا لا اريد ان احكم على شي فقط اريد ان اعنون المسألة كما يقال واقرأ عبارات القوم لا اقول كونوا على ثقة ولا اعزائي يطالبوني باني ان اتكلم على على كلمة كلمة حتى يأخذها المستمع وعلى مهل واقعا اعزائي انا اشير الى مورد من هذه الموارد التي قال فيها عمر ما قال اعزائي انظروا هذا كتاب صحيح سنن النساء بتحقيق الالباني وطبعت الرياض اعزائي في الجزء الثاني صفحة مائتين وثمانية وستين التفتوا عن ابن عباس وانظروا الى السند يقول صحيح الاسناد ده اقرأ رواية ماذا العلامة الالباني يصحح سندها عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول التفتوا والله ماذا قسم والله اني لانهاكم عن المتعة جيد ايها الخليفة الثانية عمر لماذا تفعل ذلك الا تعلم حكمها يقول وانها لفي كتاب له رغم ذلك ولقد فعلها رسول الله يعني بشكل واضح وصريح اريد ان اوجد الجبهة في قبال من في قبال الكتاب وفي قبال رسول هذا السنتاج سمعت جيد جيد جدا اقرأها كما تشاء ولكن هذا قوله والله اني لانهاكم وانها ان تفيد التأكيد لفي اللامم تفيد التأكيد لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله حسنا انا ما رح اقرأها انظر العلماء كيف قرأوها مو انا اقرأها هذا المورد الاول ولا يقول لسيدنا الالباني لعله امصحح عند مشكلة مع الخليفة الثانية هذه امامكم اعزائي الحافظ ابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية بتحقيق الدكتور التركي الجزء السابع دار عالم الكتب في صفحة اربعمائة وستين الرواية عن عمر انه قال والله اني لانهاكم عن المتعة وانها لفي كتاب الله وقد فعلها النبي اسناد جيد هذا من يقول البداية الحافظ بن كثير بعد اعزائي ولذا انتم عندما تأتون الى العلام الوادع اللي هو من اعلامي السلفية في اليمن عندما يأتي الى هذا يقول استحسان في قبال الكتاب والسنة صريح هذه امامكم الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للعلامة الوادعي دار الاثار الجزء الثاني صفحة ثلاثمائة وتسعين من الكتاب انظروا الى العنوان عنوان المسألة نهي عمر عن المتأتي استحسان من